طب ياخدوا إيه سند و تشاتوا هم راحين المدرسة زي ما أنت قلت في بعض المدارس بتمنى وفي مدارس ثانية ما بتتكلمش في الموضوع ده عارف يا شازلي الأكل الطبيعي اللي احنا بنكله في بيتنا أو كنا بنكله زي ما طبيعي بيضوا الفول والجبنة بس كده يعني يستحسن يكون عايش كامل الحبة عشان يدي طاقة مستمرة مدة طويلة ما يبقاش على عايش الفين لأنه بيبقى فيه سكر كتير وفيه دي أبيض كتير بلاش الحاجات اللي هي ماشي البلد يا برادة ده جميل جدا بس لساعات اللي ما بتحبوش فبيحبوا فيه دلوقتي معمول زي الفين ومن غير إضافات السكر وفيه ألياف أكتر اللي هو البنية مش لازم نحط حاجات تدي طاقة بسرعة وبعدين تجوع تاني زي الشوكولاتة سنتشات الشوكولاتة اللي كنا بنقول عليها ما لها الحلاوة مثلا دهون صحية فالدهون الصحية بتفرقين جميلة وسمسم وكالسيوم فالدهون صحية كالسيوم وفيها سكر تتخنش الطاقة بس احنا دلوقتي بنقول هندي صاندشات تدي طاقة لاحظ الولاد في المدرسة محتاجين طاقة لانهم بيركزوا بيطلعوا بيطلعوا بيلعبوا في الفصحة وحاجات كده بساندويتش الحلاوة زي ما قالت وجود يعني احنا تعالي بيقول الوجبة بتشبه على أساس الماكرو نيوترينز أو مكونة من ايه مش سعراتها ايه يعني كلما تكون الوجبة فيها ألياف ودهون صحية وبروتينات وفيتامينات ومعيدن الحرق بيبقى أحسن والشبع بيبقى مضة أطول هي فكرة الولادة ما تاكل صاندويتش عيش فينو بالشوكولاتة هتشبعد ممكن تاكل ثلاثة ساعة وحتبقى جاعد تاني نبتدي بقى نروح نجيب مكانتين نبتدي ناخد من أصحابنا نبتدي ناخد بومبوني ناخد شوكولاتة بنخش في سيركل ما بتخلص والأكل بيستسلوه وأنا ليه أكل صاندويتش البيض وقدامي صاندويتش الشوكولاتة ما هم أطفال يعني برضو يعني فرحانين معزور بس كده والله معزور ليه أنا ليه أصحى ستة الصبح وخمسة ونوص الصبح أحمر ناجتز علشان أحطها في ساندويتش يعني زيت أحطه في ساندويتش عيش وننزل ويبرد وما يتكلش برضو والأمهات بتجيبوا من بره إحنا مش عارفين مكون الناجتز دقيي هل فيه فراخ فعلا؟ ولا فيه حتة فرخة دي كده وحاجات تانية مكسبات طعم وحاجات كتير فلازم الأم بتهتم منها تحضر الأكل في البيت الأكل اللي الأولاد عايزة ناجتز فيه مية طريقة للناجتز الصحية تتعمل في البيت وفيه حاجة اسمها فورد مش لازم نحمر ونديله ده يأكله كده يبقى أنا دمانت إنه خد بروتين خد نشويات من الطبقة اللي عليها صحية خد طاقة فلازم نحضر يعني لازم الأم يبقى تاخد وقت هو مش استسهل لأن الولاد بيعملوا ايه؟ بيضغطوا على أهليهم أنا جاية فيه فاصولية ولحم ورز أكلنا العادي كل الأطفال دلوقتي أنا عندي زهول والشباب لا بيأكلوا فاكهة ولا بيحبوا الخضار كلهم عايزين يأكلوا مكارنا وبانيه ناجتز ولا الكبار أه؟ ولا كبار قدينا بنحاول مع الكبار هتلاقي ان انت بتاكل الأكل ده وانت عايز تخس بس كعقاب الطبيخ والحاجات دي؟ اه كعقاب باكل طبع السرطة كعقاب مش كده هو مفيش وعي احنا بجد اللي بياكل صح وبياخد فيتامينات ومعك بيحرق أحسن ستبك من شكل جسمنا خالص دلوقتي أداء الوظيفي بتاع الجسم بيبقى أحسن كتير كفاءة الجسم بتبقى أحسن كتير بتتحس إمتى أمامش على نظام شهرين ثلاثة نظام صحي سبنا بالوزن دلوقتي خالص ترجمة نانسي قنقر